السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم. برحب بالمشتركين معي في القناة. برحب كمان بالمشتركين الجداد معي في القناة. بقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت رسا جديد معينا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنقول مع بعض النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج العقرب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج العقرب. اه هنقول طاقت برج العقرب الاول في الفترة دي. اه طاقتك انا شايفها حلوة جدا. انا شايفها طاقت انتصار. اه شايفة كمان كوة وثابات. كل التفكير المشفت اللي كان موجود في طاقتك. الشهور اللي فاتت شايفاء تبدل تماما. او هيكون ده وضعك في الفترة دي ان شاء الله. اه شايفات برج العقرب اه وكأنك ابتديت اه تحدد هدفك. بالذات من ناحية العلاقات العاطفية. اه علاقاتك العاطفية برج العقرب اه يعني مرت بازمات كتير وصعبة الفترة اللي فاتت. وممكن نقول انها كانت معقدة جدا. يعني فيها علاقات كان فيها تعييد. اه شايفة بهضوح الطرف الثالث في العلاقة. وهنا الطرف الثالث من الشرط يكون خيانة بس. لا انا شايفة الطرف الثالث عبارة عن اصراف كتير. اه شايفة تدخل من الناس. ومن ضمنهم الاهل. اه شايفة اعداء. ما كانوش عايزين الارتباط يتم او اه دوام الزواج يعني لو موجود. ظروف كتير. كلها اه قدت لمشاكل اكبر. يعني المشاكل ما كانتش خاصة بالصرفين اللي انا يعني ديك انت يا برج العقرب والصرف الثاني بس لا. كان فيه ناس كتير دخلة في الموضوع. يعني كل حاجة تدخل في العلاقة. اه ينتب عنها مشكلة. او يحصل من وراء حاجة ثاني. هنا كمان الكلام ده بيشرح لي العلاقة في الماضي. يعني ده اكيد كلام مش هينطبق على الجميع. ولكن للطاقتو موجودة في القراءة في الفترة دي. انا شايفة سبديل تام لكل ده. اه انت اكتشفت امور كتير بناء عليه. اه خدت قرارك بتحسين العلاقة للافضل. وهنا انا شايفة ان البعض انهى بعض العلاقات وبعضوكم بيفكر في الباية جديدة. العلاقات من الماضي يعني. اه شايفة ان رجوع حصل بالفعل مع مع بعضوكم في الفترة اللي بنتكلم عنها. اه وشايفك يا برج العقرب كنت ملغبط وتفكيرك مشوش. ومريت بفترات حزن واكتئاب. الفترات الحزن والاكتئاب اللي انت مريت بيها دي. انت ازيت فيها نفسك بقرارات مش محسوبة. اه كمان شايفك ازيت فيها الصرف التاني بتصرفات وكلام مش محسوب. اه القراءة هنا ممكن تكون عكسية. بس انا هنا شايفة طاقة في انسا يا برج العقرب. الطاقات الموجودة معيه في القراءة شايفة طاقة نارية. اه والترابية. اه والطاقة المائية اكتر حاجة واضحة فيها السرطان. والطاقة الهوائية كمان الواضح منها اه برج الدل. اه شايفة فيه رجوع الفترة دي. العلاقة من الماضي بعدكم عند البعض يعني شايفة فيه تواصل الفترة دي. ندعي ربنا ونقول يا رب ان شاء الله. شايفة كمان عند البعض فيه حيرة بين شخصين. ممكن اكتر من شخصين. بس زي ما قلت صفتك الفترة دي فيها عقلانية. يعني حتى لو فيه حيرة او محتار او متردد في حاجة. انت الفترة دي شايفك استديت تهدى واستديت بتفكر بعقلك اكتر وسبات. هتقدر تاخد القرار الصح والاختيار المناسب. عوامل كمان كتير نفسية هتساعدك الفترة دي. اه 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 كمان شايفة فيه تحسن في صحيتك حصل بشكل تدريجي او بيحصل بشكل تدريجي بشكل عام يا برج العقرب. يعني شايفك بعد مرور بعضوكو يعني بظروف صحية الفترة اللي فاتت. ممكن نقول انها كانت من بداية السنة. فانك الفترة دي هيكون عندك تغيير في جواند كتير من حياةك. والتغيير ده هيكون واضح. يعني تغيير داين ملحول واضح عليك. كمان الحيرة اللي عندك دي برج العرب انا شايفتها اه عند بعضوكو فيه تردد ما بين. انك ترجع لحبيبك او تبات. البعض المتردد يعني تفكيرك في الرجوع انك احيانا بتحاست ممكن انك مشتاق لحبيبك او مشتاق للشريك او الشخص اللي انت منفاصل عنه. احيانا بتقول هبدأ من جديد بالذات انك في الفترة دي اه انا شايفة في حب حواليك. حتى المنفاطلين. انا شايفة في حب حواليك او انت شايف كمان انك مرغوب من الجنس الاخر. يعني انت كمان ملاحظ في نفسك ده او ملاحظ شايف ده حواليك. لكن في حاجة دايما اه بتشدك للماضي. ممكن يكون ده سبب فردد اللي انت بتعيشه دلوقتي. اللي زهال هنا يا برج العقرب. اه كمان في حاجة كمان انا شايفة انك انت اه اللي لازم تشتغل على العلاقة. اه ده كمان هينطبق على المتزوجين. اه بالذات هنا بكلم ممكن اللي يكون حصل منهم اخفاق او هو اللي جرح الطرف الثاني. شايف البعض منك تعرض لخيانة يا برج العقرب. الخيانة دي كانت اه ممكن نسميها بمثابة انكسار ليك. انا شايفة بعضكو اللي عمل كده في الشريك والبعض الشريك هو اللي عمل كده معي. اه المهم اني شايفة ان انتو اللي اتنين بتعينو. انتو اللي اتنين بتعينو من اللي حصل ده. اه شايفة الطرف الثاني اه محتاج يا تشايفة او هو بيعيش الفترة دي حاليا. اه شايفة كمان للمنفصلين يا برج العقرب ان انت اللي قررت البعض. عند بعضكو انت قررت تبعد انهية العلاقة او ده اللي واضح للطرف الثاني. اه بس من ناحيتك انا مش شايفها يعني لسه منتهية. انا مش شايفة يعني لو انت بينت ده او انت عملت كده انا مش شايفة من ناحيتك انك انت انهية العلاقة لاني شايفة لسه بتفكر في الجوع. بتفكر بشكل جديد للعلاقة. بتفكر ازاي تكون مستقرة. انت هنا اهو عايز عايز استقرار. بس مش شايفك بتبذل اي مجهود. شايفك اكتفيت بالبعد او انك اختفيت عن الطرف الثاني وانك تعيش الحزن والاكتئب. اه وزي ما قلنا ان الطاقة دي هتتبدل ان زي ما قلت شايفة طاقت برج العقرب حاجة مختلفة خالص في الشهر ده. اه كمان ممكن اقول ان بعضكو الطرف الثاني. اه بيشوفك ازاي. اه يعني هو شايفك غامض. وانا شايفة انك سعلا في حاجة يا برج العقرب انت نخبيها. ممكن ما تكونش حاجة مؤثرة يعني. انا شايفة ان انت سعلا في حاجة انت بتخبيها. عن الطرف الثاني. اه شايفة ان ما فيش اي كلام. او تقريب لوجهات النظر. ممكن ده سبب ان هو بيشوفك. اشي ساو كمان بيشوفك انك بترفض الارتباط لو انتو لسه مش مرتبطين او بترفض الرجوع. اه ويعني لو ما رفضتش بالكلام ممكن تكون تصرفاتك بتقول كده. ممكن الغموض في العلاقة انك بتظهر حاجة وتبين وتخفي حاجة. يعني في حاجة عندك مش واضحة يا برج العقرب او عند الطرف الثاني. اه شايفة في حالة قلق مستمر. اه الغريب ان انت كمان مش مرتاح يعني انت مش بتعمل كده. والحالة دي مريحات. لا هي الحالة دي مش مش مريحات بس انت حابة زي انك تظهر كده. اه انت والطرف الثاني. اه شايفة عند البعض فيكو اختلافات خارجية. اختلافات خارجية بس مؤثرة. اه لكن داخليا انتو شبه بعض جدا. اه ده ممكن اللي ملغبة العلاقة انكم بتفكره زي بعض. انت كمان يعني ايه بتفكره زي بعض? يعني انت ممكن اه اللي ملغبة العلاقة يعني اه زي ما هو بياخد قرار بحاجة. ممكن تكون انت كمان بتاخد قرار بنفس الحاجة. يعني مسلا مش هكلمه غير لم هو يكلمني. يكون الطرف التاني كمان بيقول لنا مش هكلمه غير لم هو يكلمني. اه لازم هو اللي يعمل كزا الاول. انت كمان ممكن تكون بتقول لازم هو اللي يعمل كزاعة. فالحاجة دي لما تكون انتو اللي اتنين تفكركم زي بعض. اه بينتج عنها لغبطة وعدم وضوح وغمود وحاجات مستخبية. وزي اللي احنا اشوف ناس القراءة ده. اه كمان انت شايفك بتشوفه ازاي. اه انت بتشوفه اه ممكن اقول ان انت بتشوفه مستهدر اه او سطحي. اه ممكن تكون تشوفه يعني كل حاجة خاصة بالتفكير. ممكن تكون بتشوفه تفكيره اه بعيدة عن تفكيرك. اه ده بالنسبة لك اه ممكن يكون سبب لسكوتك او تجاهلك للعلاقة. لكن السبب الحقيقي ان انتو اللي اتنين تفكركم زي بعض. انتو اللي اتنين نفس ما الصرف ده قاعد بيتكلم او بيقول او قرارات اللي بياخدها انت كمان بتفكر زي. اه هو كمان بيشوفك ان انت يعني الحاجات الايجابية هو بيشوفك ان انت اللي بتكمله. يعني احيانا بيكون مبسوط بالاختلاف او انك تكون بتعمل اه حاجات هو ما يقدرش يعملها. اه شايفه معجد جدا بشخصيتك اه اه بالنسبة له انت ساحت. او بتمتلك اه شخصية ساحرة. اه زي ما قلت شايفه فيه تفكير وبقوة في ربع. اه اه بس بعد ما تشتغلوا على العلاقة. حتى للمتزوجين نفس الكلام تشتغلوا على العلاقة. اه انا مش شايفة فيه طلاق في الفترة دي. مش شايفة اي طلاق ان شاء الله. لكن شايفة فيه بعض عاصفي. شايفة فيه ظروف قوية ضغطة عليكم. انتو اللي اتنين الاحساس الغالب على العلاقة. اه شايفة اه يعني ممكن نسانيه ملل. اه وهنا انتو ممكن تخلوا البعض اللي بينكو ده ممكن تخلوه ايجابي. يعني بدل ما نفكر في السلبيات اللي في العلاقة نفكر ازاي نحلها. يعني تكون التفكير في شكل في شكل العلاقة. المفروض تكون عامل ازاي اه او ايه هي العوامل اللي اللي بتاثر عليها تحاولوا تحلوها. يعني بدل ما انتو بتعيشوا المشكلة. لا نعيش الحل بتاع بتاع المشكلة. فهنا ممكن يكون البعض نخليه ايجابي. لان انا شايفة هنا البعض سلبي. كل تفكير مش اه. الغرة مرتبطين برج العقرب. انا شايفة فيه حب. اه يعني فيه حب يعني احتمال وجود علاقة لسه ما بقتش رسمية. اه شايفة فيها حب وشايفة فيها تفاهم بين الصرفين. اه لكن انا شايفة ان الارتباط مؤجل يعني في الوقت الحالي. اه لاني شايفة ان انت او الطرف التاني عنده يعني اللي يمنع حاليا. اللي يمنع حاليا اه اتمام الدواج او الارتباط بشكل رسمي. اه لكن انا شايفة ان الطرف اللي يمنع وانا بيتهيق لي انه الطرف التاني شايفة بيشتغل على شايفة بيشتغل على ده. على المانع ده. بيشتغل عليه لو كانت مشكلة مادية او عائلية. المهم انا شايفة بيبضل مجهود او بيشتغل عليها. اه اقول تاني للمنفصلين من برج العقرب. اه ان في الفترة اللي جاية هيكون زي ما قلت فيه فيه مواصل. اه واحتمال احتمال انك يعني اتخدع الاسئلة او اختبارات اه غير مباشرة يعني مش هتكون اه اه واضحة يعني الشريك حاجة الشريك هيعملها بس من غير مش حاجة هتكون واضحة يعني. اه لاني شايفة في حاجة وصلته او في حاجة هو عارفها. اه المهم ان هو في حاجة عنده بقيت في ايده هو عايز يتاكد منها او عايز يأكد لنفسه حاجة. انا شايفة ان انت ممكن تاخد على حاجة زي كده في الفترة اللي جاية دي. اه لاني شايفة فيه برضو مقابلة في وقت قريب. لكن بما انك انت بما اني انا شايفة انت وتقطف كده انت اللي ساديك تتشافة. اه وتقطف احسن في الفترة دي او ثابت في كراراتك واقوى. هاول انت اللي تستوعب الشريك. لاني شايفة اه هو لسه في اله هو اللي لسه بيعاني. يعني لسه بيعاني وبيعاني من امور كتير غير العاطفة. يعني فيه حاجات كتير غير العاطفة. هو بيعاني انها عنده مشاكل تانية يعني. اه فانت لازم تستوعبه ولازم اه الكلام اللي بتسمعه او الحاجات اللي بتستقبلها منه. اه لازم يكون فيها تفكير عميق. يعني ما تاخدش الكلام كده من من برة. لأ بس الانتان اللي اللي قدامك هو بيتكلم ازاي? هو ايه خلفيته? هو ايه احسيته? اه بناء على ايه بيقول الكلام اللي هو بيقوله? او الاسئلة اللي هو بيسألها. اللي هو تفكير عميق بالمعنى ده. اه شايفة فيه مرأبة من الطرفين الفترة اللي فابت. اه شايفة علاقة هترجع او هتبتجي بشكل واضح اه اه مش بين كنتو اللي اتنين بس يعني. لأ انتو كمان هتشوفوا اللي حواليكو بوضوح. زي ما قلت فيه تدخلات حصلت من الناس كتير. بغرض سايق مش هقوله من غير اه من غير ما يقصد او اه من غير كان يقصد اصلاح فحصل حاجة تاني. لأ الغرض كان افساد سعلا للعلاقة. وكان الموضوع حاصل اه هقولكو كان عامل ازاي? اه كان حاصل في وسط زحمة. يعني كان فيه كده حاجات كان فيه فترة كده مرت بيكو. فيها كلام كتير وفيها زحمة كتير. من زحمة ناس بس. يعني لأ زحمة في الكلام والقراء وكلمة من هنا وحد من هنا. انت والطرف التاني. مش انت بس. عندك وعند الثرف التاني نفس الكلام. انتو هتبتدوا الفترة دي تاخدوا بالكم من حاجات كتير جدا. لما هتاخدوا بالكم من الحاجات دي. اه اه هتاخدوا العلاقة لمستوى تاني. يعني هتخرجوا برا كل ده. اه 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 احتمال تذكيرة كمين يا برض العقرة في الفترة اللي جاية ان تاخد الشريك وتبعد عن عن محيط سيء او هتبعده نفسيا. يعني ممكن تبعده نفسيا او معنويا اه اه يعني تبعدوا بدمحكم. يعني حتى لو ما بعتتوش اه انتو انتو انتقلتوا لمكان تاني بعيد عن ده. ممكن تبعدوا بتفكيركم يعني عن الناس دي. كمان انا شايفة طاقة بدايات جديدة في القراءة. اه بزيت ان شايفة بعضكم بالفعل. استدى ينسى الماضي. اه بعد ما تخزل فيه كتير. او تكون اكتشفت كسب اكتر من مرة. شايفة كزا مرة تكتشف كسب ايه برج العقرب. وكاينك هنا بتقول خلاص انا تعبت. اه ما بقاش اه في قلبي حبيليك. يعني كاين كاينك بتقول كده يعني يعني حتى لو جي على بالك اه تفكير في ماضي او في علاقة من الماضي شايفك اه ما بقاش. يعني البت ما بقاش. اه انا شايفة في رجوع. بس انا شايفة برضو طاقة بدايات جديدة موجودة. اه وزي ما قلت في الاول انت حواليك حبي اه كتير. لكن ارتباط اه رسمي في الفترة دي. انا مش شايفة في ارتباط رسمي في الفترة دي. وهنعمل اه قراءة في الفترة القريبة اللي جاية ونشوف الصاقة تاني ان شاء الله. انتهت الكراءة. شكرا للمسابعة برج العقر. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة.